طبعا الفاتر هو مثل الماء الفاتر اللي عالة الشخص بحب يشرب شيء بارد أو شيء حار والرب يتكلم مع كنيسة لو دكية قال ليتك كنت باردا أو حارا يعني شخص الفاتر مش مفهوم شو معدنه وأصعب شيء لما الإنسان فعلا بيكون عايش في العالم هو مؤمن في الكنيسة لكن في العالم بصورة تانية يعني سلوكه تصرفاته شهادته بتختلف فإذن يعني بيكون إنسان مش واضح وهذا اندل على شيء بدل عن عدم الحق نوع من الكذب وعدم الاستقامة طبعا يعني مش عذر إنه الإنسان يقول أنا مخلص إلي حياة أبدية ولكن كل حياتك ما فيها ثمر ولا فيها تشبه بيسوع المسيح ولا فيها حتى إدراك أو فهم الإرادة الإلهية فالإنسان طبعا يعيش يعني لا أحد يشربك لأنه لا عارف تكون مؤثر في بيتك في كنيستك في مجتمعك ولا ممكن تكون مؤثر في هذا العالم انت عايش حياة ازدواجية